الرمز الوطنية التاريخية في كل الأمم تمثل الأمة أمام بقية العالم تونها ترتبط بالثقافة الشعبية للأمة ومعتقداتها القديمة والقدسية التي كانت عليها في فترات التاريخ فهي تمثل هوية الأمة وجزءا من ثقافتها الشعبية كما هو حال الوعل اليمني على مر التاريخ القديم والحديث الوعل الذي اقترن بالذاكرة التاريخية لليمنيين المدونة في نقوشهم القديمة وعلى جدران منشآتهم التاريخية استمر حاضرا في طقوسهم المتوارثة حتى اليوم وأصبح جزءا من عناصر بناء الهوية القومية لليمنيين وأحد الرموز التي يجب احترامها وحمايتها والحفاظ عليها لما تمثله من أهمية تاريخية وارتباط وجداني عميق في الذاكرة اليمعية لليمنيين لا تقوم الدولة القومية إلا على بناء هوية وطنية ترتبط بالناس وبالتاريخ والجغرافيا واللغة والثقافة الوطنية الأصيلة والتي تميز الأمة وأفرادها عن الآخرين الذين لا يمتلكون الشعور بالانتماء لمجتمع محدد ورموزه الوطنية وثقافته وتاريخه ولا تربطهم أي رابطة روحية مع اليغرافيا وتاريخها الإنساني فالوعل الذي تعد اليغرافيا اليمنية موطنه الأصلي منذ بداية التاريخ وارتبط بالإنسان اليمني ارتباطا عميقا لآلاف السنين يجب أن يكون اليوم من الرموز الوطنية الأصيلة للأمة اليمنية وأحد العناصر التي تشكل الهوية القومية للأمة اليمنية كما كان على مر التاريخ فكما هو معلوم كان الوعل يرمز للإله عستر وهو الإله القومي للمعتقد الديني في اليغرافيا اليمنية كلها فقد اتخذه اليمنيون رمزا لكبير الآلهة لما يتميز به من صفات كريمة من الأنفة والقوة والمنع وتحدي الصحاب ويصنف الوعل كأحد أنواع الضباء إلا أنه يعد ملكا لتلك الفصائل والمتوج على عرش عالم الضباء بقرونه القوية الشامخة والملتفة حول عنقه الأقوى ويمتلك واحدة من أقوى الحوافر في عالم الضباء مما أهله ليصبح متسلقا بارعا للجبال الوعرة فكان ينظر إليه كملك للجبال ورمز للقوة والصلابة فترك قدرا من الإعجاب والتقدير في نفس الإنسان اليمني القديم جعلته يتسمى به ويضرب به الأمثال ويتخذه رمزا من رموز معتقده الديني فنشأت بينهما صداقة عميقة استمرت لآلاف السنين لذلك تحول الوعل من حيوان بري إلى رمزية مقدسة وأيقونة تزين بها أفاريز المعابد وواجهات المجالس وعروش الملوك والأقيال ورسوم على القرابين وحتى أدوات المنزل وغيرها من الأعمال التي كان الوعل وقرونه وجهها البارز فهو رمز وطني كما كان طوال التاريخ القديم وهو إلى جانب باقية الرموز الوطنية القومية يعمل على تعريف الناس بجذورهم التاريخية المشتركة ويعزز شعورهم بالانتماء إلى وطنهم الواحد فكان لازما إحياء يوم الوعل لوصل اليمنيين بمن قطع عنهم من تاريخهم الحضاري بعد ابتعاد الثقافة الوطنية عن جذورها وعناصرها الأصيلة وتسبب في نشوء الهويات المناطقية الضيقة والهويات العابرة للحدود القومية المطالع على التاريخ اليمني القديم يجد بأن طقوس الصيد الدينية التي كانت تقام في أغلب اليورافيا اليمنية والمتمثلة بقيام الملك بالإعلان عن موعد بداية طقس الصيد ونهايته وإقامة النصب الاحتفالي وإقامة الاحتفالات الشعبية في نهاية موسم الصيد المقدس كل تلك الطقوس لا زالت قائمة حتى اليوم في محافظة حضر موت وشبوة وأجزاء من البيضاء وهي المناطق التي تتواجد فيها قطعان الوعول حتى اليوم ولا زالت رقصات وأهزيج نهاية موسم الصيد قائمة فيها ولا زال التفاخر بقرون الوعل وتزين المنازل والمجالس بها مستمرة حتى اليوم وتلك دلالة قوية وواضحة على الرابط القومي والثقافة الشعبية التاريخية المشتركة بين مختلف مناطق اليغرافية اليمنية وواجب علينا نحن جيل اليوم العمل على تعزيزها وتوحيد الجهود لحماية رموزها الوطنية التاريخية مما يحز في النفس أن حيوان الوعلى اليوم من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض عالميا بسبب الصيد الجائر الذي يتعرض له وبسبب الزحف العمراني على موائله الطبيعية لذلك يترتب علينا اليوم مسؤولية أخلاقية للحفاظ عليه من الانقراض ومسؤولية وطنية وقومية لحماية رمز تاريخي عريق كان أحد أبرز مكونات تاريخنا المشترك ومتقدات أجدادنا وجزءا من ثقافتنا الشعبية الأصيلة والمستمرة حتى اليوم ومن الواجب علينا حماية مكون من مكونات بيئتنا الطبيعية خصوصا ونحن نرى أعداده تتقلص يوما بعد يوم ونرى صغار العول تؤسر من اليمن تباع في دول الجوار وتوطن فيها بينما ينقرض من موطنه الأصلي في جبال اليمن وشعابها خاصة وقد تم تصنيفه عالميا في عام 2008 من قبل الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض لهذا يجب أن يكون يوم الوعل اليمني يوما وطنيا تكرس فيه الجهود للتعريف برمزية الوعل تاريخيا ومكانته قوميا وأهميته بيئيا وحمايته من الصيد الجائر الذي يتعرض له إضافة إلى رمزيته الوطنية التي تجعل منه ممثلا للبيئة اليمنية وتاريخ الإنسان اليمني وأي انتهاك أو تدنيس لهذا الرمز يعد من الجرائم الوطنية الكبيرة مثله مثل العلم والنشيد الجمهوري وغيرها من الرموز الوطنية